أيضا من المناطق الاشكالية أو الوعرة أو التي يستصعب جيش تحتلال الإسرائيلي الدخول إليها هي المناطق المتعلقة بجنوبي قطاع غزاء رأينا قبل التهرئة كيف بدأ ينشئ شريطا محدودا جدا جنوبي خان يونس حتى الآن لا يهدد هذا الشريط خان يونس بشكل مباشر بمعنى أنه سيطبق الحصار على خان يونس من المنطقة الجنوبية لا يزال هذا الشريط محدودا جدا والجيش الإسرائيلي يتحدث عن أن قواته لم تتقدم برا خلال الساعات الماضية واكتفى بتكفيف الغرات الجوية من الجو نقطة إشكالية أيضا طرحها الجيش الإسرائيلي بحسب جدعوت أحرنوت يدعي أن معظم الأسلحة التي كانت مستخدمة في عملية السابع من أكتوبر حصلت عليها حركة حماس من سوريا ومن العراق هذه الأسلحة يدعي أنها كانت مستخدمة في سوريا وفي العراق وأنها نكلت إلى قطاع غزة هذا يطرح أسئلة جدية عند الاحتلال الإسرائيلي عن وسائل التهريب إلى قطاع غزة الاحتلال كان يعتقد أن مصر دمرت الأنفاق الموجودة تحت معبر رفح ارتاح لهذا الأمر لكن يبدو أن المقاومة وجدت طرقا أخرى لتهريب الأسلحة إلى داخل قطاع غزة هذا طبعا لو صحت رواية الاحتلال الإسرائيلي أن هذه الأسلحة كانت مستخدمة في سوريا والعراق والآن يتحدثون عن أن هذه الأسلحة يتحدثون في صحيفة دعوت أحرنوت أن هذه الأسلحة دخلت إلى قطاع غزة عبر معبر رفح داخل شاحنات تم تخبئة هذه الأسلحة في الشاحنات وتمكنت من الدخول إلى قطاع غزة كلما مر الوقت أكثر كلما تفاجأ الاحتلال الإسرائيلي أكثر بالمعارك الضارية الموجودة داخل قطاع غزة وبالمقاومة الشرسة الموجودة هنا ترجمة نانسي قنقر